اشتركوا في القناة تصلوا بأمس لتنسيق موعد اللي تجهيم مليون إن شاء الله العرضيات دهشنت مليون الرجال المع مليونين ننتظر محايل ننتظر كل المحافظات التي تنجح فيها زراعة السدر النماص برضو تواصلوا بإن شاء الله الباحة في الأسبوع القادمة بحول الله إن شاء الله زي ما توصلت وزارة الزراعة والمياه وقالت أن المليار كبير الرقم قلت هو كبير على مشاريع الدولة لكنه صغير على مشاريع المواطنين المواطنين كل يريد الأجر وكل سيتبرع وكل سيتطوع يزرع حول بيت عشر عشرين سدره يكسبها أجر بعد ما يموت خمسة سمئة ألف سنة ولذلك وتحت عمل الدولة وستوزع الدولة إن شاء الله سدرات بلاش المواطنين اللي يتعهدون برعايتها حتى يكسبون أجر وليس تكسب أجر مدير عام زراءة عسير تواصل بي واجتمعنا وحددوننا الآن موقع الممثل البيئة في منطقة عسير وبنك البذور ومختبر ومشتل من فضل الله ثم شكرا لهم كذلك حددوا موقع مساحته خمسين مليون متر ضخم جدا لعمل كل ما نريد من نباتات البيئة في منطقة عسيرز بيكون أكبر محمية وممكن على مستوى يقول لك خمسين مليون متر يعني ضخم جدا يا جماعة وإن شاء الله لو وجدنا من التجار من يساعدنا في عمل الشبوك وعمل التمديدات وعمل خزانات المياه وفروها الوزارة الزراعة مشكورة المياه كاملة وفروها إلى الموقع فإن شاء الله نصل الرقم الطموح بزراعة مليار لنعوض ما تتلفه السيارات من إنتاج تنكسي الكربون وتعود بيئتنا كما كانت بيئة الآباء والأجداد تعود غابات تعود أنهار تعود ننتظر إن شاء الله بنقل الفكرة من محافظة أخرى إلى منطقة أخرى أعملها بسيط مشاتلها بسيطة التوزيع كل سنة مئة ألف من الزراعة والبلدية ودنا حتى يعني الشوارع الزراعات البلدية أحواظ البيوت تكون من نباتات البيئة من السدر من الأراك من الضبر من النباتات البيئة التي مقاومة الأمراض التي لا تحتاج إلى سقي ولا تستنزف المياه هذا واحد من الأسل اللي وزارة الزراعة قالت إن مليار شجرة بتستنزف المياه قلت لا نحتاج مياه سقي لا سيكفيها تحتاج عناية ستة أشهر وعندما تصمد وتكبر ونحميها من الرعي فإنها تستطيع أن تقاوم تستطيع أن تعيش وأن تعيش على المطر بدون الحاجة إلى السوقية وبذلك نقول هي نباتاتنا ونباتات البيئة تتحمل عطش تتحمل البرودة تتحمل الأملاع تتحمل الجفاف يجب أن نكاثرها بشكل أو بآخر لتعود بيئاتنا جميلة لما بعد النفط تخيلوا الوزرع أن المليار سيجيبنا أربعمائة مليار عسل يعني رقم فلكي